رئيس الجمهورية قيس سعيد يعقد أولى اللقاءات بعد عوته مباشرة من بريكسل عاصمة بلجيك يحضر في القمة الأوروبية الأفريقية السيدسا وديريكتومو بعد لقاءه برئيسة الحكومة نجلة بودن اللي اعطاه فكرة على القمة هذية أهم ما جاء فيها ولكن أول لقاء يعقده بصفة رسمية هو مع وزيرة العدل ليلى الجرفيل تعرفوا اللي فما يعني برشا أمور تبع موزارة العدل كما زيدا يتبع في برشا مواضيع أخرى تو نحكيو عليهم دونك اليوم قيس سعيد تقابل مع ليلى جفيل وزيرة العدل نحكيو في برشا مواضيع عنفات خاصة اللي تتعلق بسير المرفق العمومي للقضاء وتعرفوا أنه أهم ملف اليوم نحكيو عليه هو قرار رئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى القضاء واللي شفنا برشا ردود فعل في أوروبا على هذا القرار ورئيس الجمهورية كان وضح للقادة الأوروبيين عليش خذي قرار حل المجلس الأعلى القضاء وشنور روزنيما وحكي على بعض الأمور اللي تتعلق بتونس خطر شركاء الأوروبيين معناها قادرين يسمعوا فيه تقارير كما قلت أن الحقوق مهدى، الحرية مهدى، المحاكمة العادلة مهدى، اختطاف، اختفاء إلى غير ذيك دونك هما يقولك شنو فما بالضبط في تونس فرئيس الجمهورية وضح تساملومون الأسباب اللي دفعته إلى حل المجلس الأعلى للقضاء مرة أخرى الرئيس يأكد في خطابه للمرة الألف أنه رو هو معها استقلالية السلطة القضائية مع استقلالية القضاءات وحريص أصلاً على هذه الاستقلالية ويريد قيس سعيد تخليص قصور العدلة كلها في تونس مما علق بها منذ عشرات العقود من نقاس رئيس الجمهورية يقول أن القضاءات اليوم مطالبون في تطبيق القانون ولا أكثر عن تطبيق القانون يقول لك ما تنجمش اليوم تحط قاضي محل المشرع في سن القوانين وهذه نقطة مهمة نجمة بيننا رئيس الجمهورية شنو نجم يعمل والشنو النيوي يعمل بعد رجوعه من بريكسيل من بلجيكيا عليش على خطر مجموعة السبع طالبت بالرجوع أو بالتراجع على قرار حال المجل الأعلى القضاء ولكن فيت الفوت تواصية رئيس أصدر القرار وصدر في الأدرس من الجمهورية التونسية وراه في السياسات أخذ وعطى وقلهم يقول لك التتراجع وكيف الضغطه ليس يضغطه على رئيس ولا يكسره له كلمته ولا يفرض عليه حاجة من الخارج ولكن مجيت كل الأمور وكل التحاليل السياسية تقول لك أنه لا سبيل عليه أنه يتراجع ولكن ربما رئيس الجمهورية قيس سعيد يتنازل على بعض التفاصيل وكما قال البرح أمين العام اتحاد شغل لازم يقوم ببعض التعديلات في بعض الأمور شنو كانت التوجهات هو أنه مش بش يتراجع على حل المجلس الأعلى القضاء إنما بيش يعدل في التركيبة متاعه في الناس اللي تكتب في القانون متاع المجلس الأعلى القضاء القادم زيدة والحاضر كسواء مؤقت وإلا دائم شكونوا اسكو بش يكتبها رئيس الجمهورية بصفة منفردة ولا بش يشارك فيها قضاءات ولا بش يشارك فيها المحامين والقضاءات والخبراء والمحاسبين ولا غير ذلك دونك رئيس الجمهورية من خلال لقاءه مع ليلى الجفين قال إنه مش معقول هما القضاءات مطالبين بتطبيق القانون فمش معقول إنه القادي اليوم تحطه وكأنه مشرع مهم تسن القوانين ويقول لك إنه السيدة هي للشعب إنما أصلت فتستمد وجودها من الإرادة الشعبية في إشارة إلى إنه يحظى بإرادة عفوا يحظى بإرادة شعبية كبيرة وذلك اللي تخوله يعني تعطيه الصلاحيات كما نقوله الكبيرة يقول إنه روح القوانين أو روح الشرائع والنواميس تقتضي اللا تمارس كل جهة وظائفها إلا في إطار قوانين الدولة ورئيس الجمهورية قيس سعيد يذكر بإنه المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتركب من قضاة فقط مشكيمة المجلس الدائم اللي هو فيه محامين وفيه جميعيين وفيه خبراء إلى غير ذلك يقول الهدف من إنه نحط كل قضاة كهو في المجلس الأعلى المؤقت للقضاء هو إنه ما نخليه وشفه مع بعض الأطراف إنها تتسلل وتتدخل تحت أي عنوان كان بمعنى العلاقات الشخصية والعلاقات الحزبية والعلاقات السياسية للقضاة مع أطراف تنجم أنت كيف تحط قضاة وتزيدهم محامين وتزيدهم خبراء وتزيدهم جميعيين وتزيدهم 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 فأنت كيفش بتنجم تحصي العلاقات الشخصية متع كل طرف كيف يكون قضاة كهو فأنت معناه تعرفه مش كونهم القضاة أكيد كل قاضي عنده الملفات متاعه وعنده تاريخه إلى غير ذلك إنما هذي إنه ناسي كلها تشارك فيهذا بش يخلق يعني عدة إشكاليات رئيس الجمهورية يقول لك إنه هذي كل نعم فيه بش ما يتسللوش تحت أي عنوان كان يقول لك زيدا وإنه ما فما حتى مجال إنه أي حد يتجاوز أي أمكان ويقول لرئيس الجمهورية أنه تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء لأنه لا أحد فوق القانون ولا فرق بين متقاضي وآخر وقت ليقفوا قدام القاضي لا يشفعلهم لا مال لا نسب لا وظيفة لا حتى شيء ويقول إنه على النيابة العمومية أنها تتحرك من تلقاء نفسها بمجرد علمها بحصول أي تجاوز للقانون ويحملهم المسؤولية الكاملة نلقى أيضا رئيس الجمهورية اليوم في جانب آخر تقابل مع نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال وزير تكنولوجيات الاتصال علشان مش يحكي معها الرئيس يحكي معها الاستشارة الوطنية اللي هي زيدا مهم ما يسر علش لأنه كان برشا ناس شركة في الاستشارة يعني هما يدعموا رئيس الجمهورية بالفعل مش بالكلام وكان اللي هو المشاركة ضعيفة بالتالي هذي حجة بشي يستخدموها خصوم الرئيس على اعتبار وإنك أنت تحكي على الإرادة الشعبية الإرادة الشعبية والدعم الشعبي فيش كون اللي توجه للاستشارة إلى حدود اليوم تقريبا 210 ألف وخمسة 210 ألف شخص شركه في الاستشارة وهو رقم ضعيف جدا دونك شنو اللي لازم لازم من الوزارة المعنية تزيد يعني تخدم على هذا الملف حكيوا على أنه فما صعوبات فنية تعترض المواطنين والمواطنين والمواطنين في المشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية صعوبات بيصور معنية مختلفة سواء فمش انترنت سواء بلايس نائية سواء إلى غير ذلك من هذه الصعوبات ويقول أنه فما بعض هالحالثة مقصودة على خاطر يحبوا تكميم الأفوة وإجهاض التجربة الأولى من نوعها في تونس متع الاستشارة الإلكترونية ويأكد الرئيس أنه مستقبل تونس بأيدي توينسا مشاركتهم المكثفة هي اللي بيشتعبد الطريق نحو مرحلة جديدة في تاريخ تونس تقوم على الإرادة الشعبية الحقيقية لا على شرعية وهمية لفظها التونسيون لأنها لا تعبر عن إرادتهم الحقيقية على حد تعبير